خليني كمان أتكلم عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي للعمل الأهلي بالتحديد العمل الأهلي التنموي اللي شارك هو كمان في أسبوع شباب الجامعات الـ 13 بجامعة حلوان وده كان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور السيد أنجيل رئيس جامعة حلوان والمهندس أحمد موسى يعني افتتح وهو المجير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة أو Life Makers Foundation هو اللي افتتح أولى جلسات التحالف الوطني في أسبوع شباب الجامعات موسى